ترأست جميل المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة اليوم الثلاثاء بالرباط لقاء تشوريا مع أعضاء لجنة التقنية المكلفة بتتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة إكرام حيث تمت مدارسة مخرجات الدراسة السراتيجية التي أطلقتها الوزارة بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول التمكين الاقتصادي للنساء والبرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 التمكين الاقتصادي للنساء هو مدخل أساسي لطوير القدرات وطوير المهارات ومساهمة فعالة للمرأة في تنمية البلاد طبعا هناك مبادرات كثيرة ولكن نحتاج إلى إطار برنامج وطني مندمج تنخرط فيه جميع القطاعات ينخرط فيه جميع الفاعلين خاصة أنه يأتي اليوم ويتزامن مع إطلاق المبادرة الملكية للقروض بالنسبة للشباب والتي هي مبادرة مهمة جدا أكيد ستكون رافعة من روافع إنجاح هذا البرنامج ويذكر أن الخطة الحكومية للمساواة إكرام تعتمد على مقاربة حقوقية وتشاركية ديمقراطية تساهم من خلال أهدافها ومضامينها في ترسيخ الالتقائية والتكاملية بين السياسات والبرامج القطعية وكذا تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية